طيب أنت حكمت مباراة كثيرة أو منها مباراة أهل وزمالك برغم أن كان فيه قرار وزاري ممنوع أي حاكم مصري يحكم مباراة أهل وزمالك كلها كان يشتري دماغه سواء مع احترامي للوزراء أو للاتحاد الكورة أو الرئيس رجل الحكام حكي لي لما بيقول لك كابتن جمال أنت بكرة عندك أو قبلها بيوم كان يقول لك قبلها بقدية أنت عندك مباراة أهل وزمالك أنا مباراة أهل وزمالك اللي حكمتها كانت في الظبط في 27 مارس 96 ده تاريخ ما يتنسيش ها أنا كنت راجع من كاس الأمم الأفريقية أقول لك قبل المباراة بكام يوم بثلاثة أيام ثلاثة أيام قولي أما أخدت الخبر إزاي وكدت بتنام ولا بتحلم أحلام كويسة ولا بتحلم بكوابيس ولا بتحلم بي أنت هتصدقني ولا لا ما تقولش بقى أنت بس كتنصف بشأن اللي هقولك سيداك ده أصدر مشاهدين هم اللي بيسمعوا أصليحنا بقى أن الوقت المباراة دي بقى لها 25 سنة أه خمسة وعشرين سنة خمسة وعشرين خمسة وعشرين سنة خمسة وعشرين يعني هتقولي بقى أنت عاصل أنا بقى فاكر زي ما أنا بقولك دلوقتي عاصل مباراة مولة نجم جديد ماشي أنا بالنسبة لي يا كابتن مصطفى قلتها عادية مش عادية لما كان ببقى عندي مباراة المصري مع الأهلي في فورسعيد أو الإسماعيلي مع الزمالك في الإسماعيلية كنت بقى لأ غير لما مباراة الأهل والزمالك تعينت فيها في استاد القائر ليه أنا قابليها محكم عدد كبير من مباراة للأهلي محكم عدد كبير من مباراة للزمالك أصعب من مباراة الأهل والزمالك مع الضعب إنما مباراة أهلي والزمالك كنت تعرف دي بتبقى حاجة دي خالص الفكرة بقى في إيه بقى الفكرة بالنسبة لي أن دي بقت مسئولية إن أنا لازم أنجح في المباراة عشان ما نرجعش تاني للحكام الأجانب لأن أنا واحد من الحكام وأنا حاكم على فكرة كنت دايماً بهاجم قرار الحكام الأجانب وكان دا بي ناس كتير مسؤولين وجاملنا في مصر حكام مدون المستوى أجانب لا وكان فيه مسؤولين كتير في مصر بيتضيقوا مني من دا وهقولك على حاجة يمكن ما حدش فيه خد باله منها ما إحنا عايزين ناخد بالنا إحنا أنا عمري في حياتي ما موقفت حاكم رابع لمباراة أهل وزمالك حكام أجانب كنت برفض نهائي عشان ما تحسبش على الأجانب لا 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 عشان أنا كنت رافض أنّ الأجدام بيوجود فإزاي أنا هلعب له حاكم رابع كنت باعتبارها بالنسبة لي مش هنقول بقلل من قدرك تقليل من قدرك آ آ آ آ آ آ آ آ إنما إحنا الحمد لله أنت أقلت وكان في الفترة دي كان عندنا حكامك ليه أقولك أنا ليه حقولك أنا بالنسبة لي تعييني في المباراة ما أخذنيش آ آ آآ لأن أنا اللي كنت بطالب دايماً أنه لازم إحنا اللي نحكم مباراة الأهل وزمالك كنت تقول كده يا جماعة احنا بنحكم الأصعب منها لما الأهل يلعب في بورسعيد كانت مبارتيت صعبة جدا في اسماعلية لما الزمالك يلعب في الأсماعلية لما الاهل يلعب في الإسماعلية في المنصورة في المنصورة في المحلة مثل مصطفى ماتشات كانت ماتشات أقوى طبعا يعني الفرق دي آه الأهل وزمالك هو الدربي وهم أكبر نديهم في مصر إنما ماتشات دي بتبقى أصعب بالنسبة لها بالنسبة لهم تبقى عيد كمان عشان كده لما كنت أنا بأحكم المتشاط دي وبنجح فيها فكنت بقول له مباراة الأهل والزمالك بالنسبة لي أسهل من المتشاط دي أسهل طب أنت حكمت الزمان تبتول لوقتي مباراة أهل وزمالك كتير قوي لا مش كتير هي مرة واحدة لا مباراة للأهل والزمالك حكمتول لهم مباراة كتير قوي طب ليه كان معظم الأندية الكريد تشتكي من الكابتن جمال الغندور وهو ده صباب نجاحي على فكرة كابتن مستدر أنا سعيد بي على فكرة طب أنت من وجهة نظرك كانوا بيشتكوا ليه بيشتكوا ليه هل كنت بتدي لكل واحد حقه لأنك أنت ما كنتش بتميل لنادي مش بتميل ما فيش حاجة اسمها تميل ما كنتش يعني كان بالنسبة لك بتتعامل مع ألون فانيلا صراح يعني الأندية الصغيرة ودي حاجة تشرفني وتسعيدني في تاريخي أنه لما كنت بنزل الملعب مثلا أهل أو زمالك مع نادي صغير فتبص تلاقي اللعيبة والأجهزة الفنية بتاعتنا الصغيرة المرسوطين عندها طمأنينة كان بيقولوا لي كده ولا كنت مستفى حتى لو اتغلبنا عشرة احنا متطمدين ايه بس كان في بعض الأندية زي الأهل والزمالك برضو والإسماعيل اللي بيقولك كابتن جمال غندور كان بيتعالى قوي على اللعيبة سواء اللعيبة الأهل أو الزمالك بيقولك أنا حاكم ما يفرقش معاه لأهل ولا زمالك هو ما يفرقش معايا دي مش حاجة بحش يعني ايه ما يفرقش معايا طبعا لهم كل تقدير واحترام كأندية كبيرة طبعا ما فيش كلام لكن ما يفرقش معايا لأننا بحكم بين لونين فانيلات يعني ايه معنى ايه معنى أننا التسعين ألف اللي في استاذ القاهرة اللي بيشجعوا الأهل أو الزمالك بالنسبة لي الفرقة اللي بيتلعبهم اللي ما فيش واحد بيشجعهم ده بياخد حقه زي الله أكيد مباراة أهل وزمالك لما أي حكم بيحكمها حكم مصري هل ممكن دي بتبقى مولد نجم جديد أو ممكن تقضي عليه دهما هو التاريخ قال كده اه نحن حتى وحنا لعيبة كان كده اه التاريخ قال كده اه هو اللعيبة زي ما اتحدث انا بقول لك ما كلنا انا فاكر اني مثلا المباراة دي كانت في الدور الأول والحمد لله ربنا وفقني في إدارتها ونجحت جدا عام 96 ونجحت جدا وبعديها الإعلام بتكلم عني كويس قوي وبقيت اشوف صوري غلاف مجلات وها بقى حاجات جميلة يعني ليه هذه أعشائلها من حاجات دي عندي آلتك كانت فين كنا عزينها معنا كنت بس بقى بوظب في البيت وبتاع فالدنيا قفلة شوية ماشا فبعديها خلاص الصورة تغيرت والمباراة التانية في الدور التاني قرروا أن يكون تحكيم مصري وكان فيه ترشيحات وكان فيه قصة كده حصلت والموضوع زوده صعوبة هو وحساسية في النهاية كابتل أدرب العظيم حكم المباراة آه فاكرها المباراة دي تقريبا من نادي الزمالين أيوة كانوا محتجين على وجوده هو أعتقد مش عارف ناديها اللي كان محتاج على مين المهم يعني أنا تعينت حكم رابع للمباراة دي مع الكابتل أدري ورحنا للملعب وكان فيه كده حاجة كان علوننا عليها مش هنعلن عن الحكم اللي ساعة هو داخل الإستاد وده كان وطبع ما ينفعش وده ما كان شاهد والحكم هايش وده اللي أزم الدنيا وده اللي صعب المأمورية على الكابتل أدري برغم أن أنا شايف أنه أدري المباراة بدون أن أعطي كلامك أنا فاكر اللحظة زي ما بكلمك في اللحظة دي أربع أو خمس حكام تقريبا تمانية تمانية تمن حكام داخلوا الأستاذ القاهرة أربع حكام واروح حكام آه ويقولك هو مين اللي هيوحكم المباراة بالضبط كده فلان ولا علان لا وبعدين حطيت الحكام في ضغوط ليه ونروح وإحنا رحينا نفاتش على المال تروح ناعد جمعي الأهلي يهتفوا لحد ويشتموا لحد تروح ناعد جمالي الزمالك يهتفوا لحد وشتموا لحد فأصبحت الموضوع صراحة كانت فكرة الحقيقة أنا أسف أن أوصفها أنها فكرة سيئة سيئة جدا سيئة فحصل أنه الراجل نزل المباراة وهو عليه ضغوط كبير جدا وأنا حسيت بيه في الملعب فأول خمس داقة هل ترجع كمان للشخصية بتاعت الحكم كمان اللي مفرقش معها أنت بتقول الوقت وإحنا اللعبة ما بننزل الملعب وده أكيد طبعا موجودة في الحكام من المنزل الملعب بقى في الوجني بقى أخد كلمة من هنا بقى طلعها من هنا مركز أنا جاي مركز من ليلة المباراة أو من قبل المباراة على فكرة كابتن أفري كان من الحكام اللي عندهم شخصية قويسة ولكن أنا كنامك بصراحة الضغوط اللي اتعملت عليه قبل بداية المباراة كانت لا تطاق هل مباراة قاله زمالك أنت حكمتها 96 دقيقة وقالوا لك قبلها قالوا لك قبلها إمتى ثلاثة أيام ثلاثة أيام احنا أحيانا قبل مباراة قاله زمالك نبقى برضو مركزين ومجدودين في نفس الوقت مضبوط وممكن ما يجيلكش نوم من كتر التركيز قوي 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 وفي بعض الناس من الخوف ما بتنامش هل أنت كنت بتاخدها من أي جانب كنت لأنا من الرياضيين اللي كان عندي حمى ما قبل البداية يعني أنا ونغير دلوقتي أنا لو تعينت في مطش درجة ربعة يازم تعيش بحس حمى ما قبل البداية عندي موجودة وده على فكرة ظاهرة مش وحش لا طبعا ظاهرة صحية لأنها هي الفكرة ايه بقى أنا أنا هحول الألق ده لاهتمام لاهتمام نعم واحد تاني نجاح واحد تاني هيحول الألق ده ليه سكة سلبية واحد تالت هيحول الألق ده اللي استهتار فهي بتفرق مع الشخص انت هتحوله ليه فأنا كنت بقى على فكرة لو عندي مطش درجة لات كنت بقى أكيد وعندي أول خمس داية أو عشر داية في المباراة دول بالنسبالي أنا بعتبرهم كل مرة هم دول سر نجاح المباراة إذا تمسكت فيهم وإذا وفقت فيهم وإذا كنت حازم فيهم الدنيا بتمشي معها بعد كسه أصعب اللحظة عدت عليك في المباراة الأهل والزمالك كانت إيه عبارة عن إيه ولا إنت كان موقف بين متحة عبدالهادي ومهاجب الأهلي الغاني تاني فليكس فليكس لا الماتش داخل صفر 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 أه هذا الماتش اللي بعدية الماتش اللي بعدية أه فأنا جيت في وقت كده وهم الاتنين ومشاحنات وأنا مش عايز أنا من حكام اللي بتحكم شوية في إخراج الكروت وتطلع في الوقت الصح والوقت المناسب فعشان الدنيا روح تمصفر وكان فيه منوشات بينهم وقفتهم هما الاتنين وهدتهم بصوت عالي جدا وكان فيه ميكروفون تحتية فالصوت اللي حتى في التلفزيون برغم أن الملعب كان مليان وقدرت في الموقف ده الموقف بالنسبة لي اتحول إلى نحية إيجابية بالنسبة لي لأن الأمور مشت بشكل قويس بعد كده لو رجي بيكت زمن تاني أولوك تتحكم مرات ألو زمالك تتحكمها طبعا تفاكر المبارة دي أخدت أجري فيها قدي أه كامل هذا حاجة كنت تبصت أنا عندي الإصار إحنا الأربعة كنت أنا ومعي حسن عبد المجيد مجابر مرسي ومحمد ضي حكم رابع نعم الإصال معي إحنا الأربعة أخدنا 360 جنيه وديته فين تلتوسي قدي كده وديته فين 68 جنيه لأ إنت كحكم للمبارة أخدت كامل 100 جنيه 100 جنيه طيب هنأخذ الميت جنيه هنطلع فاصل ونواصل حلقة الليلة من البجر